موسيقى المراهية إلى الأطراف الماسكة بمصير البلاد من الناحية الدستورية وبالتبعات الحال كانت تم تزربة سابقه هو الرباعي راعي للحوار الذي قام بدوره في وقت ماذا في ظروف عصيبة تمر بها البلاد وتوصل إلى النتيجة يعني أنها قامت بحالة الوضع في ذلك الوقت فعلا المبادرة هذه لقت ترحاب من السيدة من الاتحاد العامة للشغل وتعهد بالاتصال ببقية الأطراف يعني الاتحاد الصناعة والتجارة ورابطة تونسية للدفاع الحقوق للإنسان وعلى أساس أننا نعقد الشماع أولي وربما تتسع هذه المبادرة إلى أطراف أخرى مثل اتحاد المرأة والاتحاد الفلاحين وربما وربما تحاد الموانسين وهيضة التباء كل ذلك من أجل تقديم رأية موضوعية نظرا لكون هذه المنظمات هي منظمات يعني كما قلت لها باع في الشان الوطني ثم أنها في أغلبها لها نفس المسافة من كل الأطراف السياسية الفاعلة بحيث أنها تقدم رأية موضوعية لحالة الوضع بالنسبة للمسارات الثلاثة المسار السياسي والمسار الاقتصادي والمسار الاجتماعي حاولنا جاهدين لأن ظروف يعني لم تسمح بذلك نظرا لكون لم نجد تجاوب من الفرقاء الذين هم من الناحي الدستورية ماسيكين بالسلطة نجد مش أقول لك يعني ترف رفض المبادرة بصورة صريحة لكن لم نلقى تجاوب من هذه الأطراف بصورة صريحة يعني ربما لقينا قبول أو في بعض الأحيان قبول فاتر ولكن المهم أننا لم نلقى تجاوب المطلوب لقبول هذه المبادرة محكمة الدستورية هي مبدئيا منذ سن الدستور كارها بعد مدة وجيدة بعد ستة شهر ويقول لك يعني تكون محكمة الدستورية لكن نتيجة تجاذبات الحزبية يعني تعطى للتكويل محكمة الدستورية إلى انقضت مدة النيابة الأولى يعني البرلمان الآن يعني هناك وضع جديد يعني هناك أطراف سياسية جديدة فعلة لها رؤاها المختلفة وأعتقد إلى حد اليوم لم نرى وأن هناك يعني شبه اتفاق لتكويل المحكمة الدستورية هو رئيس الجمهورية لنا استعمل صلاحياته الدستورية الدستور يخوله يعني إعادة مشروع القانون لقراءة ثانية بطبيعة الحال يعني كل تأخير في تكوين المحكمة الدستورية هو الآن يعني يعتبر يعني تباطى في تكوين هذه المحكمة ما ناشي واقفين على الحياة نحن واقفين مع المسحة العليا للوطن مسحة العليا للوطن تقتضي الآن تقريب وجهة النظر ونحن نحاول الآن بكل مجهوداتنا تقريب وجهة النظر مع الأطراف الفاعلة لأن الاستفاف مع طرف دون طرف آخر مشان أن يزيد يعني تأزم الوضع وذلك ما لا نريده ولا نبتغيه نحن نريد أن هذه الأطراف تضع نسبة عيونها المسحة العليا للوطن وأن تتحلى بروح التوافق وبروح الحوار وبالروح الذي من شانها نصل إلى نتيجة لحلالة الوضع على أكثر ولا قل الآن هناك أزمة سياسية أزمة اقتصادية أزمة اجتماعية المخاطر تحدق بالبلاد من كل حد بنوصوب المواطن التونسي أصبح يعني عايش في البلاد بدون رؤية واضحة بدون أمل هذه كل المعطيات تجعلنا أننا لا نرمي الزيت فوق النار بل بالعكس يجب علينا أن نلعب دور وأن تقريب وجهة نظر هدايا والدور الذي نراه أنه إيجابي بالنسبة لهذه المرحلة التي تمر بها البلاد ربما تخوف البعض تخوف كل طرف من الطرف الآخر ربما عدم توافق الرؤى ربما التخوف من التموقع الجيد يجعل كل طرف يعني متخوف من الآخر وهي المسألة الخطيرة وخطيرة جدا لأن هذه الأطراف يجب أن تجد مساحة من التمانينة ومساحة من الوفاق حتى يمكن لها أن تسير مع بعض البعض إذا كان يبقى كل طرف متخوف من الطرف الآخر يعني أعتقد أنه لا يمكن للوضع أن يتحسن من خلال التصريحات ومن خلال المواقف لاحظ أنه كل طرف يحاول أن يثبت مشروعيته في السلطة من خلال سواء الانتخابات التي مرت أو كذلك يعني من خلال الأداء متاعه السياسي والأداء العملي لا أكثر ولا أقل لاحظوا أنه يعني بعض التصريحات يشتشف منها وأنها كان نوعا بتاع رفض للآخر وهذا الرفض بالتبيعة الحال من شأنه أن يولد هذا التخوف الذي كنت أتحدث عنه برينا كل إنسان بريء إلى أن تثبت إدانته من خلال المحاكمة تضمن له فيها حقوق الدفاع هذا مبدأ دستوري وذلك مبدأ نستعليه كل التشاريع في العالم المجمع بالتالي نحن إلى الآن لنعتبر زملان أبرياء حتى تتم المحاكمة وتثبت إدانتهم وتوفر بطبيعة حال خلال المحاكمة ضمنة حقوق الدفاع قلت أنت بالنسبة للأستاذ بسام الحمروني لجنة الدفاع التي الآن هي قايمة بجهد كبير في هذه القضية أكدت أن المسألة تهم مجرد وأنه تولب فقط بتسليم الآيفون متاعه والهاتف متاعه وهو من متعالقات سر المهنة هذا يعني سر المهنة الذي يقسم عليه المحامي ويظن أنه سيد قادي تحقيق قام بتفتيش المنزل وحاجز حتى المدام ولم يظر أي دليل إدانة للزميل إلى حد الآن بالتالي نحن نعتقد أن الالتجاء إلى لقاف التحفظ دون قيام أدلة وبرهين جدية هذا من شانه يعتبر تحدي على الحريات الأساسية ونطالب بالفراج الفوري عنه طالما وأنه لم يثبت إلى يوم الحاضر أنه ارتكب أي فعل من شانه أن يجرمه من قبل القرن التونسي هذا يفضل إلى أن هناك ربما بعض قضايا المتعلقة بالزملاء نحن دائما نحترم القضاء ولكن نطالب بأن تقع احترام حقوق الدفاع بكل حذافيرها لا نريد أن يقع المسمح حقوق الدفاع لا أكثر ولا قد شخصيا لما سؤلت في عدد حوارات سابقة قلت بالحرف الواحد وأن ما وجهها للسيد الرئيس المحكمة التعقيب هو اتهام الخطير ويمس من سمعة القضاء وما وجهها للسيد وكيل الجمهورية السابق كذلك اتهام خطير ويمس من مزدقية الموصلة القضائية وطالبت بأن يتحمل المزل على القضاء وكذلك التفاقدية العامة بجزارة العدل الكامل المسؤولية في إيمطة لثام وكشف الحقيق فمن الارتكب خطأ علي أن يتحمل تبيعة خطأي ومن ظلم يجب أنصفه وبتبيعة الحال نحن كهية محامين وإيمانا منا بالمبادئ التي تقوم عليها مهنة محمد لا يمكن لنا إدانة ترفض بمجرد تسريحات على الفيسبوك أو تسريحات في الصحف وما إلى ذلك نحن نتعامل مع ملفات قضائية ونتعامل مع قرارات قضائية فالمطالبة الجدية التي تزدر عن مجلس الهيئة وعن عميد المحامين هو أن الأطراف الموكون لها سلطة تقسي الحقاق وسلطة القيام بالاستقراءات أن تقوم بذلك بكل جدية لإيمطة لثام عن هذين الملفين الخطيرين لأنه وقع فيه المسمن سمعة القضاء وبطبيعة الحال نحن كمهنة محامات غيرين على سمعة القضاء لأنه لا يمكن للمحامات أن تكون مستقلة ومزهرة إلا إذا كان هناك قضاء سليم وقضاء مستقل وقع الحديث عن هذا التقرير لم نمكن بشورة رسمية من هذا التقرير ولم يرسل لمجلس الهيئة بشورة رسمية ولكن من خلال حديث شفاهية فقط ذكرت فيه بعض المسال الخطيرة ولذلك لازلت وأكد على أن الأطراف التي لها سلطة الاستقراءات ولها سلطة التدقيق في هذه المسال لها أن تتحمل مسؤوليتها هذه مسألة لهناء الكرة في الجانب الآخر أما أنه نحن بس نوليه يعني نقيم الإدانة ربما ندين التلكة والتأخير في إيمطة الإثام وكشف الحقيقي في هذه المرحلة أما أنه عندما تقشف المسال فأنا نافع لكل حالة الحديث فأنا نتخذ الموقف المناسب الذي يتماشى مع حقيقة الأمور مسألة يعني هذه المشاكل كانت تحل في المكاتب ومخيل الأبحاث وكم من قاضي وقع تتابعه وعزله وما إلى ذلك لكن إثارة هذه المسألة أمام الرأي العام هي سلاح ضوة جهيرة ربما سلاح يبعث البلبلاء في نفوس المواطنين حتى أنه ربما يصبح كل مواطن الذي له ثقة في مرفق العدالة وهي مسألة خطيرة لذلك لو كان كل يعني جهاز وكل إدارة تتحمل مسؤوليتها نعتقد أن الأمور تتم بسورة سليمة من تحمل من أخطأ يتحمل وزر خطائه أما الملسلة الآن هو بهذه السورة ويقع تدولها يعني في الفيسبوك وفي وسائل الإعلام وربما هناك أطراف على حسنية وأطراف على سؤنية ظهرت السجلاب الحرفاء بطرق غير أخلاقية أو غير شرعية هي هذه المسألة هذه رأي موجودة عبر كل الأزمان لكن كل مرة تاخد أشكال أكثر تطرف أنا شخصيا عندما انتميت المحامات هذه ظهرة موجودة ولكن كانت قليلة وقليلة جدا الآن استفعلت الأمور استفعلت الأمور لعدة أسباب الأسباب من الواقع المحامات وأسباب خارجة عن الواقع المحامات من بين أنه ظهرت السجلاب الحرفاء ربما بطرق غير شرعية يعني تلعب فيها دور ما أصبحت عليه حالة المحاكم من اكتيضات جلسات ومن يعني إنسان يعني يضيع برشة وقت بسبيل يعني الحضور في قضية أو ليأخذ معلومة بالنسبة لقضية تأخرت وما إلى ذلك وطبيعة الحال هذية بما نشك فيه أنه خل المتقاضي غير مطمئن ولذلك يلتج إلى الاستشارة عدة أشخاص حول مصير قضيته وفي تلك الاستشارات التي يتخذها يقع يعني التقاطه من طرف الأطراف ويتحول وجهته من محامي إلى محامي يجب التفريق بين أصناف مختلفة في ظهور الإعلامي من هو متحمل لمسؤولية سياسية أو مسؤولية في المجتمع المدني ويتحدث في الإعلام بصفتي تلك لا بصفتي كمحامي هذا مسموح له بشيء يظهر في الإعلام للتحادث عن برامج حزبية أو برامج الجمعية التي ينتمي إليها بالنسبة للمحامي الذي تصبح القضية هو قضية رأي عام معنا قضية رأي عام يعني قضية معينة يتحدث عنها ناطق باسم مزارة الداخلية أو ناطق باسم أحد المحاكم يعني يتحدث عنها عالميا من حق المتقاضي أن يتحدث محاميه في هذه القضية لأنه أصبحت مخطبة الرأي العام جزء من مباشرة هذه القضية ما هو مرفوض وما هو يعني مذكور بالقانون الداخلي للمهنة هو المحامي الذي يتعاقد بصورة منتظمة ويقوم بدور منشط في برنامج ما أو دور معلق في برنامج ما هذاك ممنوع هذاك مرفوضه باتباعة الحال يعني وقع تصدي له ووقع رفضه ومن يريد أن القيام بذلك عليه أن يتقدم ببطلب في حالة عدم المباشرة وعندما يصبح محامي في حالة عدم مباشرة يمكن له مباشرة ذلك وفعلا لنا بعدنا برشة زملاء هم الآن في حالة عدم مباشرة ويقومون بهذا الدور لكان تاقع يعني محابات فأعتقد أن المحابات هذه مسألة لا أخلاقية مسألة لا أخلاقية وفاة حيف يعني بالنسبة للترف على حساب أطراف أخرى لا أستطيع أن أؤكد ذلك لأنه هو مجرد أقوال الأقوال سمعت بها وأنا أدرج في المعهد على المحامات منذ انبعاته سمعت بذلك ولكن ليس لي تأكيد تبقينا هنا لا بد من إيجاد الآليات اللازمة حتى يقع أنصاف الجميع نتيش الكسيام أعتقد أنها يجب أن في أثناء المراقبة يجب أن تكون هناك مراقبة صارمة لما لا حتى أن ربما نحط كاميرا تبع القسم تيلة طول الامتحانات بحيث بش ما يكونش ثم يعني أنه إنسان ربما يقول لك عوجه ممتحن وعطاه أجوبة وما إلى ذلك نجمنا القوم مراقبة يعني تكنولوجيا بالنسبة للكتاب يعتقد أنه الكتاب في أقل خطورة لأن الأسماء غير معروفة بالنسبة للمصح المرحلة الأخيرة هي مرحلة الشفاء وهذه مسألة بشرية لا أعتقد من نجمش نقول لك أنا طوى صحيحة أو مثل ما جملة واحدة أو ربما ثم محابات من نجمش نأكد ذلك لكن ما هو طالب به بوصفة عميد محامية لم تقع معاملة الجميع على نفس المساواة الأكثر والأقل